أقرى مجلس القضاء العالى بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القضي محسن بن طالب رئيس المجلس إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا وأقرى المجلس انتداب القضي وجيه حام مرشد رئيسا للشعوبة المدنية الأولى بعدا والقضي إنياز محمد نور رئيسا للشعوبة الجزائية الثانية بعدا ونقل القضي عمر حميد حميدان عضوا في نيابة استيناف سيئون وأقرى المجلس قد أقرى إنشاء عدد من المحاكم النيابات العسكرية الاستينافية والابتدائية وأجرى حركة تنقلات في القضاء العسكري كما أقرى المجلس أن يتم النظر في القضايا العسكرية المستعنفة في المحافظات التي لا توجد فيها شعوب استينافية عسكرية من قبل الشعب الجزائية التي يرأسها رؤساء محاكم الاستيناف في المحافظات المحررة وأقرى المجلس نقل القاضي غازي ناصر الطالب الكثير وكينا لنيابة القطن الابتدائية بسيئون ونقل القاضي نجيب علي الهبوب قاضيا بمحكمة غرب تعز الابتدائية ونقل القاضي حزام علوي السرحاني عضوا لنيابة الضالع الابتدائية كما قرى المجلس توزيع عدد من مساعدين نيابة العامة في عدد من المحافظات المحررة وقرى تحديد العطلة القضائية السنوية لأعضاء السلطة القضائية شهرين رمضان وذي الحجة للعام 1445 للهجرة وكان المجلس قد استعرض تقريرا للإنجاز السنوي للعام الماضي 2023 والمقدم من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأهلى كما نظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاء واتخذ بشأنها القرارات المناسبة